عايز اتكلم في نقطة تانية مهمة جدا بعد موضوع اللاعبين ده وهي نقطة هامة جدا الناس كلها عمالة طالعة تتكلم وهم بعض من لايوا يشجع النادي الاهلي برضو عن اصابة بيرستاو وبتهاجم اللاعب طبعا معروف الهدف معروف بيرستاو مع كولر بدأ يستعيد مستوى مرة تانية ويحرز اهداف اه فطبعا شلة الندامة معروفين معروفين هم مين اللي هم كده الشلة دي دايما ترغب في هز استقرار الاهلي فلازم تشتغل وتشوف شغلها فتعمل ايه تتكلم عن اصابة اه بيرستاو وتقولك اصابة مزمنة طيب الجهاز الطبي يكشف ان الاصابة في العضلة خلفية وتم عادي جدا على الاقل احنا شايفين بيرستاو اصاب ازاي يعني ايه يعني بيرستاو في مباراة من المباراة اللي بيلعبها اصاب اصابة في العضلة الخلفية خدوا بالحضراتكم هي الاصابات مواسم يعني شهر 11-12-1 بتبقى العضلة واثنين كمان بتبقى العضلة الخلفية هي الاكثر شيوعا في الاصابات ده علم مش اي كلام فطبيعي جدا ان مش طبيعي يعني لكن اقصد ان ما يجيلك اصابة في العضلة الخلفية بعد سبرينت طويل تبقى ده شكل واضح لشكل الاصابة لكن احنا فيه لعيبة في اندية تانية مصابين بقى لهم اكتر من شهر ولا شهر ونص وما حدش بيتكلم عنهم مش عارفين اتصابوا ازاي ولا ايه اللي حصل لهم عشان يتصابوا ولا لعبوا مطش ايه عشان يتصابوا لعيبة محترفة بتقال ان هم محترفين يعني طب لعب امتى لعب ازاي اتمرن امتى ما اتمرنش وفي حاجات غريبة جدا بتحصل لعيبة مشت عشان نفسي اتعبانة محدش بيتكلم في الامور دي خالص وسايبين كل ده وبتتكلموا على برسي تاو واصابة برسي تاو اللي هي انا يعني ما بقولش اصابة واضحة في مباراة واضحة ومعروفة وتم وضع برنامج لعلاج اللاعب ايه المشكلة ان اللاعب يتصاب امر طبيعي لكن لازم نكسر نشتغل الهدف معروف كل شوية واحد يطلع يحلل اصابة ومركزين قوي في اصابات الاهل على اساس ان محدش بيتصاب تاني في اي اندية تاني وقعدوا دوروا كده لكل الاعلاميين اللي بيتكلموا على اصابة برسي تاو بشكل غير صحيح بشكل غير صحيح اعد دور كده حضرتك في اندية عندنا سبعتاشر نادي تاني منهم نادي او اتنين او تلاتة كبار كلهم اندية السبعتاشر نادي كلهم كبار وعلى اتبغنى من فوق ولكن انا اقصد ان السبعتاشر نادي دول الجماهرية معروفة نادي الاهل رقم واحد وبقيت الاندية معروفين من رقم اتنين ومن رقم تلاتة ومن رقم اربعة لغاية 18 لكن شوفوا الاندية الاكثر جماهرية بعد النادي الاهلي مين وقودوا اتكلموا عنهم شوي عندهم اصابات بالمناسبة عندهم اصابات كتير كمان وما حدش عارف ليه هو النادي الاهلي بس اللي عنده الاصابة هو برسي تاو بس اللي في النادي الاهلي هو اللي حنتكلم عليه والبرامج كلها حتفتح عليه اصابة في مباراة خلفية في وقت في شهر 12 اللي هو شهر معروف لكن اي حاجة تخص النادي الاهلي كبر ولع انفخ في النار عشان مسلسل هز الاستقرار يستمر في حاجة تانية جهاز الطبي في النادي الاهلي والموضوع ده لفت نظري دي تركة بتتعمل تركة بتتعمل يعني ايه تركة بتتعمل هقول لحضرتك احنا عندنا في النادي الاهلي الجهاز الطبي في النادي الاهلي بيطلع يعمل ايه بيتكلم بكل شفافية وبيقول كل الحقيق يعني بيرسي تاو عنده العضلة الخلفية فالعضلة الخلفية معروف من شهر لشهر ونص مش أهل من كده خلاص فعندنا جهاز الطبي مش زي أجهزة تانية بتطلع تكبر الإصابة قوي يقول لك إسلام الشاطر ده مصاب في العضلة الأمامية فالعضلة الأمامية هيقضت شهرين خلاص فالجمهور يصدقهم الجمهور بتاعهم يصدقهم فاللاعب معروف إن العضلة الأمامية دي بتقعد ممكن من ثلاث أسابيع لشهر فلما يرجع بعد شهر يقول لك آه ده احنا عندنا جهاز طبي على أعلى مستوى وجهاز فني على أعلى مستوى ويفخم في الجهاز الطبي ويفخم في الجهاز الفني لأنه هو أعلن في الأول إن الإصابة هتقعد شهرين فلما يرجع بعد شهر ويكمل يقول لك آه بس هي في الطبيعي إن هي بتقعد شهر لأن الإصابة لم تكن بالشكل اللي تقال عليه إعلاميا هل ده بيحصل؟ آه يا فاندم بيحصل وحوري لحضراتكم إثباتات بس خلال الفترة اللي جاية كمان يعني شوف أنا قلت الكلام ده ولكن حوري لحضراتكم إثباتات خلال الفترة اللي جاية إنه يتقال إن إسلام مثلا حينزل كمان ثلاث شهور وإسلام ينزل بعد شهر الله عليك يا جهاز يا طبي للنادي الفلان يا رائع يا كبير يا جميل يا كل حاجة الله عليك يا جهاز يا فاني اللي قدرت تعمل اللعيبة بسرعة وترجعها إحنا الجهاز الطبي أنا وده الصح بالمناسبة إنه هو لازم يطلع يقول إن فلان ده تعبان هيقعد من شهر لشهر ونص من أربعة لست أسابيع معروف الكلام ده على فكر في الوسط الرياضي لما تسأل معروف إن فيه ناس بتعمل كده لكن في النادي الأهلي ما بيحصلش هذا الكلام فخدوا بالحضراتكم برضو من مثل هذه الأمور لأن مثل هذه الأمور بتودينا لاتجاه واحد وهو الضرب في استقرار النادي الأهلي ما عندناش مشكلة إن إحنا عندنا إصابات عندنا كذا لكن عندنا تدوير الراجل مصمم إن هو يعمله عندنا إصابات بتحصل موجودة في العالم كله أديكم شفتوا حصل في المنتخب المغربي اللي لعب النهاردة إصابات كثيرة قبل كده كان فيه إصابات المنتخب الفرنسي عنده إصابات كريم بن زيمة تم استبعاده عشان عنده إصابات قبلها بإسبوعين كان عنده إصابة وما كانش بينعب مع ريا المدريد قبلها بإسبوعين ثلاثة لعب كريم بن زيمة تحديدا لعب مباراة وإصابة بعد ما رجع من الإصابة فكلام كتير هنقول عليه عنده إصابة مزمنة كريم بن زيمة عموما أنا بس حبيت أحكي مع حضراتكم في هذه الأمور علشان أنا متأكد أن جمهور الناد الأهلي بيبقى واعي لمثل هذه الأمور علشان يتكلم فيها بشكل أو بآخر علشان يتكلم فيها بشكل أو 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 بشكل أو